موسيقى 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 كذلك يا رب ورجوك يا رب يرحم يا ربي اعوادك ان شاء الله باذن الله بحيب الناس الكتير الاكيد اللي حوليك مش فيه ناس حوليك هيا شكلا يباك ها ربينا بيعاوض بقا اه بير المكتوب ربينا تيك الصحة و العافية انت ت nay Temple عما زمان يا امي احبة هنا وحبة هنا م Boo بير القفوات هنا ها احبة هنا او الناس هنا بما انك بقى عاشة بقالك كتير هنا الناس هنا ظروفها تعبانة كدة من زمان ولا زروف اللي زينا انت عبانين وعند الناس عمل بقى ربنا بنت زينا طويلة يعني كل الناس ينظروفها وحشة صح والدنيا غيلت كمان والدنيا غيلت المدون صح اه 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 انت يا حاجة ملكيش معايش ملكيش يعني والله انا ليه ليه ربنا كده باخذ جلشان مش هو انا يا ربنا اديك الصحة والعافية وربنا ان شاء الله يعني الله يسترع معك في الدنيا والاخرى بنتي واسترع معك ربنا يباركلك في عمرك يا رب وديك الصحة والعافية وديك دلت العمر يا رب الله يخليك معاك حد يشلل كفتول اه اي عائل يودعي تعالي تعالي يعني كل سلام طيبة يا رب بنتي سهيرة ها بنتي سهيرة ها بنتي سهيرة وليلي انتي ابنك دا ناو تم حروق من لاحظة انا بجري عايز عملية احاول ولاك والتى لا حاول ولاك اتحرق من التصف تعفزيك دلعت عليه يعني المليونة والله العظمي جيب 20.000 جميع مش عارف جوزك فيه جوز بالارزاء اشتغل 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 كده كل يوم قلتي يعني يوم شغال وعش رائعة بالارزاء والله يا حبيبي انت عندي عندي خيرو فيه توقم معايا وفيه اتنين كمان ارفعين هم منه هم ده ومع توقم كمان ليه اخي توقم تصويت عليه من قبل رمضان اللي فات حاجة استبيش هارنفو المشاشفة علجوه بس طلبوا مننا 20 لتر دم بيته بيع بقى كل عزيز طلبوا 20 لتر دم فعشان اجيب له بقى لان فينا سولاد حلال ساعدونا برضو وساعدوه يعني بالدم وكده والباقي بيتباح ما وديتهوش طب احنا فيه اكيد مستشفى الحروق او يعني بس امو علجوه قالو العلاج علينا بس الدم تبرعاته المشتشفى دم يعني مشكلة دلوقتي في العملية ايه هي العملية وعايز عملية تجميل دلوقتي بس انا ما معايش والله يعني هو عايز عملية وعملية تجميل عايز هي عملية تجميل عملية تجميل واحدة بس طلنا لكده للحالة دي بس دلوقتي باعز عملية تجميل وانا والله العظيم حتى بايع البيان. هي دي هي دي بتقليمه يعني. اه كل يوم بلبسة. انا هوريكي عشانه. خلاص خلاص خلاص. ده كل ايه بيجي على الليل من سادي. حاول على اخوات الابنان. كده بجيبت صراحة مرصبات وعلاجات بس انا مش قادرة. صراحة مش قادرة. هناخد بياناتك بس مع شوفي مع حد من زمائلي في الاعداد. انا واخوتي ان شاء الله والله ربنا يرزو برزو. بيصعب علي وانا مش حرف اعمل له حاجة. باعت وكل عزالي عشان وصله لك. ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. ان شاء الله يرزو نبريزو. ان شاء الله يعمل العملية. كل سنة. معكم انت طيب. اشتركوا في القناة. انا مصطفى ده بقاله سباح سنين. مولود كده. عنده ايه? عنده ايه? عنده نسبة الدمور عالمخر. نسبة الدمور. اه يعني ملبينا ما خلناش. مش تشفه تبريش والدمرداش. واه وسوزان مبارك. ما مش شاء الله علاج. ولا انا عرف له له عملية ولا مش لعملية. معرفش يعني مشكلات الدمور فعلا يا ربنا يشفيه ويعرفيه. كلم ولا بيمش ولا بيأكل من نفسه ولا يا حبيبين. خالص كده في الارض ولجليه في الارض هه. خلاص 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 يا امي خلاص. خلاص خلاص يا ستي خلاص. لا خلاص خلاص. شني شلي 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 حببتي شلي. شلي ربنا ياعفو عادا. ربنا ياعفو. اني مش عايزة حاجة بص لأت تطبط ببهو بس لي. مش عايزة والله مش عايزة حاجة. ياخد دوى مساكنات او حاجة. يا اخو ده. يا اخو. اه. ربنا ربنا ان شاء الله يشفيه ويعافي يا رب. ربنا يشفيه ويعافيه. طيب خليها معاك يقول الله يعني اوصل معاك بإذن الله ونشوف تده. يا رب يا ربي حبيبك كل يا رب كل سنة. كل سنة. وانت بالصحة والصلاة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلام. وانت طيبة. انت طيبة ومتنية. كل كده كل سنة وانت طيبين. انت طيبة يا ستة كل ورمضان كريم عليك. لربنا يسترها معك يا حبيبك. يا ربي عملي. عيشة الوحدة. طريق. معي عيالي بس فهم واحد في السجن. واحد مسجول. اه. بنا يفوق سجن. وليت سجن في ايه. في سجن. يعني كانت مش هجرة. خناقة. او. اه. الحمد لله. وعلاديك التانية موجودين معك. اه بس قاعد برا. يعني انت عايشة في البيت الوحدة. اه. زوجك موجود. لا. موفي ولا مطلقة. مطلقة. موفيك التاني. الحمد لله. الصحة والعافي يا رب. يخلي لك اولادك يا رب. ويا رب كده يكون. رمضان يسترها معك يا بنتي. يكون رمضان يسترها عليك كده. يا رب. نسترها معك. احسن من كل حاجة. والله احلى حاجة. نهارك ابيض. نهارك ابيض وهو سنة. تتعرفة ما لتعب ونروح ونيجو اللي دعوة حلوة كده نروح بيها. تباع احلى حاجة. كل ما نصلي ندعي لك. يا رب. يا رب. يا رب. كل سنة وانت طيبة. طيبة. امر الله واحد ونمعي اربع بنات. وولدين. وجزء مريض عنده السكر وملوش معاش ولو جب. عايزك تساعدين. عايزك مساعدة بشكل ايه. عايزك تتعوز البنات. هزل البنات يعني. ربنا يخليك ورسطرها معك يا دنيا وقفت. منا يخليك يا رب. سنوان تتكلم. بسي بس معك تليفون او حالي. اه. عندك تليفون او حالي. اه. نفسها تمشي. هي مش عادة. مربة؟ اه. كالساعة تمشيش غالب. مش فيها فيها حاضرة ناخد بياناتها ان شاء الله وانت يا عم. وانا عينة. وما ليش الله ربنا لا لي يا ولد ولا لي يا روض. نفسي مساعدة منكم. نبكو سوفي. كيش اولاد مش مجوزة؟ لا انا متجازة بس مفصولة. يعني متطلبة. وما خلفتش منه. انا لي هي حتة بنت واحدة. بس ما ليش ولا ولا هي بنت ولا لي يا ولاد ولا لي يا روض. ولا بتاخدي معاش؟ لا باخد الشو. ناخد بس بياناتك وان شاء الله في اسم الله. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانتوا طيبين. موسيقى 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 إن شاء الله نقدر يعني دعواتكم إن إحنا بنقول يا رب وربنا هو اللي بيرزق كل سنة وإنتم طيبين ويا رب رمضان عليكم خير شكرا 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 سيكرا بإيقر Oooh رمضان شverb سيده اون احنا ناخد كل مشاكلهم وناخد بياناتهم وان شاء الله ربنا يعيننا ويرزقنا برزقهم ونقدر نساعد ونقدر نشوف في جهات تانية تقدر تروح الاماكن دي ازاي هي دي كانت البداية او فتح الباب اللي احنا هنكمل منه بإذن الله بعد كده ونشوف قد ايه في ناس محتاجين هنا يا جماعة في ناس هنا محتاجة الخوف كل انه ربنا يسألنا عنهم فبالتالي احنا بنحاول قدر استطاعتنا على اقصى ما نستطيع ان احنا نكون جنب اهلنا وان احنا فعلا لاش نعمل حاجة متفضلين عليهم بالعكس احنا مفروض نقف جنبهم في الوقت ده ونشوف هما محتاجين ايه ونقدر نلبيه ويمكن زي ما قولنا قبل كده كتير في ناس كتير زي كده كتير قوي قوي صحيح ولكن حاجة جنب حاجة جنب حاجة ولو حاجة ولاية اكيد في الاخر هتجمع بان شاء الله كتير وان شاء الله نقدر نسد حاجات اهلنا المستحقين والاقصر استحقاقا واللي اشد احتياجا واللي اشد فقرا زي ما احنا شفنا امبارح والنهاردة وربنا يعفيهم جميعا يا رب ويسترهم ونكون يا رب دايما يعني سبب في سد حاجات الناس ونكون من احنا فعلا دخلنا من باب نفع عباد الاطعام اصعب حاجة ان يكون حد مش قادر يأكل ولاده بقولها كتير اصعب اصعب حاجة ان انت ممكن تخش بيت ما يكونش فيه اكل والان الاسرة دي ما عندهمش حقوق يومهم فاكيد باب الاطعام من افضل الصداقات اللي احنا حاولنا ندخل منها النهاردة ودايما في نهاية كل عمل بنقول اللهم تقبل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة